موسيقى نمط الشراب ونمط شرب للمياه كل هالتفاصيل راح نتعرف عليها أكثر مع دكتورة ثواب الغبرة اختصاص تغذية أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم يا رب علينا وعليكم يا أهلا وسهلا رمضان كريم اشتقنا عليك كيف هيك خلينا بالضباعي نحكي تأثير الصيام كثير مننا يمكن معه بعض الأمراض وحابة فعلا يمارس تقوض شهر رمضاني مبارك تأثير الصيام على مرضى الكلا إن شاء الله هو تأثير إيجابي كل عالم تفكر أنه الصيام بيأزيل كلاوي وبيأزيل الأمور هاي في حالات ما بنخفي عنها أنه فيه أدوية بدأت الطاعة بوقت معين وهالقصص هاي كلياتها هلا ما بنقدر نشمل حالات مرضى الكلا بحالة وحدة الشيء الثاني غير أنه حالات المرضية أي إنسان ممكن يتعرض لك ريزة رمل لك ريزة كلاوي إذا ما عرف يتعامل مع الماء بشكل صحيح بفترة شهر رمضان وخاصة وقد بدأ يفوت يهجم الصيف علينا هلا هلا حاليا نحن بفترة صيام تقريبا ما يعادل بين الخمسطاش والسلتاشر سعة وهلا بالنسبة لأنه فيه زكاء بالتعامل مع الماء لم نعرف نحن نحطه كيف نمنع حالنا من الماء ولم نعرف كيف وقت يقدن المغرف كيف نتعامل وندخل لأجسامنا فبتلاقيهم أول ما أفطروا الصائمين ففاتوا عندك يا عليك بايت الماء أكلوا بعد الوجب مباشرة أبريء من العصير ومن الأمور هاي كلياتا وبيفكروا أنه إذا شربوا عصير شربوا سوائل لأنه الماء اللي بيكون مرافق السكر يحتجز وليس بيكون بالماء الحيوي اللي هو بين الشيء اسمه بالأوعية الدموية لذلك بفكروا إذا شربوا ماء وهالقصص هاي وتمر الهندي والعرق السوس والهاي أنهم شبعوا رواياهن عندك ياها بالماء اللي بحاشته اللي هو الكلا تغسله في عنا شغلتين بالجسم هو السائل المحتبس والسائل الحيوي هذا كتير من نفرق بيناته لذلك بتلاقي آمنة على الصفرة ما تخوموا هالقصص هاي إذا من ننش على مريض الكلا بالذات فينا نقدر حتى نستفيد من شهر رمضان المبارك بإعادة تنشيط الكلاوي بشغلات كتير خطوات رائعة أنا مع أنه ما نشمل الحالات بكل حالة واحدة أنا مع الإنسان ينتبه على كلاوي حتى لو كانت كلاوي شغالة طيب شو هي الطريقة السليمة للتعاطي مع الصيام والاستفادة منه بشكل إيجابي بحيث ننظم شرب المياه وشرب المشروبات اللي يلتين أنه فيه مشروبات مضرة لمرضى الكلاوي فيه مشروبات فعلا بتكون مفيدة لأله بالبداية أول شيء الإنسان بيحسب الكتلة تباعه مثلاً وزنه 60 وزنه 70 عندنا قاعدة نحن بتقللك كل الأجسام إن كانت صغيرة ولا كبيرة من أكواب يومياً بالحالة العادية منكترة في فترة الصيام للعشر أكواب وتتفرشين بالواقع الطبيعي ما بينشفاءات عليهم غير بالعصائر هي فقط هاي نقطة الشاي وبالنزل بالضبط وفكرين إنه هاي سوائل اللي بيهمني أمره الإنسان عندك 60 كيلو يحتاج إلى 6 أكواب 80 كيلو من أكواب كتير بكررة هاي إنسان مريض غدة دراقية أو إنسان بيتعاطى أدوية هرمونية أو أدوية اكتياب يمنع له أدخال السوائل على دفعة واحدة لأنه فوراً هاي تحتجاز نعرف أي إنسان أكل مادة سكرية أو مادة مالحة هلأ نحن عنا جزائق الكلكوز بيحتجز معه صد جزائقات ما لذلك نحن منقول مشكلتنا بالسكر الدم مو فقط أكلات السكر والحلويات مو فقط إمتى بدي أحرقها ولا ما أحرقها هاي معها بتعمل جيش انكشاري من السائل المحتواص ونفس الشيء جزائق الـ NACL لكن الـ NACL بيحتجز أكتر بالسوائل المحتواصة ففي شيء اسمه سائل جفوضت ماء على جسمي بس أنا ما استخدمته بتنظيف الخلايا بسرعة عملية سرعة توصيل المواد الحيوية للخلايا حجزته أصبح يكون عبع علي عواد ما يكون عندي شيء الأفضل للي دخل المغرب أول شيء من بلريئنا بيكوب ماء مع تمرة بس اللي بهمني أمره أنه أنا ما أكتر نسبة الماء بشكل كتير كبير بدي حافظ على قائدة سلسوني طعامك سلسوني شرابك سلسوني نفسك وإلا بيختل توازن العصارات العظيمة داخل معتي فبيصير عندي عصر هضم للبروتينات وتدشؤات للناس اللي عندها حموضة وبيصير عندي مشاكل كتير عالية للناس اللي عندها مشاكل أساسا كولون ونفخة وغازات الشيء الأهم من هيك بيبلش بدي أدرج أنا بشرب الماء بشكل تدريجي يعني بحطه هلا مع كاست الشاي الأخضر بحط شوية أنينة ماء قدامي كل شوي شوي بيزر تشف الماء ارتشاف حتى ما يكون فردجي عنديها حتى ما ينسع لي عملية الهضم الشيء الأهم وقت بحس حالي بدي أعمل عملية الارتواء لزيت العطش بفترة الصيام بأخذها أول عندك ياها بشربها على الماء على ثلاث دفعات وهي من سنة سيدنا رسول الله الفكرة الأساسية اللي بيهيني فيها هي هي بتعمل عملية عنديها توازن للحرارة على كل أسلوب الأنبوب الهاضم وما بزعيش تصير الكبت تبعي بنشرب على القاعد ما بنشرب على الواقف برجع على القاعد بيحكي للناس اللي عندها مشاكل تاريخ رمل أو هالأمور هاي كلياتا في عنا نوعين من الرمل في عنا ناس عندها مشاكل رمل والحصة طبعها والأكسالات وفي ناس الحصة طبعها طبيعة البلورات يوريا كتير مهم يتعرف الإنسان اللي عنده رمل أو حصة شو نوعية الحصة طبعه اللي بيهمني أمره الأشياء اللي بدي تتعامل معها مع الرمل هي المي والليمون المي والليمون مزيبة للريمال بفترة الصيام كتير بيهمني فنجان المي أنا أكسره بشوية ليمون واشربه حتى بيفيد لتقليل امتصاص المادة النشوية بعد فترة المغرب هذا إذا كان في عنا مشاكل ريمال هلأ إذا كان عنا مشاكل قصور وفشل والقصص هاي وفتنا بعمل الكرياتينين المرتفع كتير مهم إذا إنسان صايم مع استشارة طبيبه مع استشارة طبيبه بحط عليها تحت خطين إنه يعرق استأزن من طبيبه ويتعاطى كمادة غزائية مادة اسمه الصمغ العربي هاي المادة مندوبها بشوية ماء فاتر كمان ناخدها فترة الترويح هاي بتخفض امتصاص الكرياتينين الغزائي بتخفف الجهد على الكلاوي حتى ما ترتفع وظائف الكلا بها المادة هاي عنا ياها هاي مادة رائعة جدا لرفع نشاط الكلي ومحاولة صيام الإنسان الصائم لعنده مشاكل قصور أو مشاكل ارتفاع بالكرياتينين بالزاد الشيء الأهم كمان بالنسبة لإنه إذا كان عنا مشاكل مشاري بولية أو التهابات أو إمتيانات وتعرض المريض لأدوية التهاب قوية جدا هددته منظومته المناعية فكتير مهم ياخذ يتعاطى مادة اسمها عندك يعزز الخمائر الهاضمة بعد إدوية التهابات كتير عالية وعفكرة إدوية الالتهابات للمشاري البولية غالباً توصل أحياناً لشيء اسمه الإبر فنحنا وقت بيكون وصل لهالكورسات التقيلة وهالأمور هاي وحابب يصوم ورجع يرفع منظومته المناعية فيه مواد اسمها بعلم الطبيعة اسمها توت العليق هذا توت العليق يمنع التصاقات البكتيريا اللي بتمشي بالمجاري البولية فبيخلي للصائم يصير عندك ياها قدرة أكثر عفواً على رفع مناعته وعدم أخذه لهالأبر القوية جداً اللي هي فعلاً بعد فترة معينة بتعمل هددان بالجسم وحتى والحرارة بالصيام وقت بتظهر ما بيقدر الإنسان إلا بده يضطر يفسد صيامه بيخافة حرارة بأي شيء فبتلاقي حاله ما تقدر حيله يشئ محرمة وخاصة التهابات المجاري البولية هي مرهقة التهابات المجاري البولية ومسكلتها أنها بتستمر في أدرات طويلة فهذا توت العليق يمنع التصاق البكتيريا اللي بده تتشكل مرة داني بتكاسر البكتيريا اللي بعدها كيف يشربوا لتوت العليق؟ توت العليق فيه عندك مستحضرات دوائية نباتية فيه أي أولاً رقم اثنين بالنسبة لأنه بده يسأل عن مستحضرات الطبيعية عندك ياها إذا أخذ مغلي توت العليق وحتى أوراق التوت رائعة جداً للتهاب المجاري البولية وحتى كمان مغلي القريص هذه النباتات يمكن ما كتير نحن شائعة ناخذها بس مو غلط بفنجانه يحط عندك ياها مثل ما بيقولوا معلقة ويسكب عليها الماء الساخن ويحطها مع مثلاً فنجان الشاي فنجان المتة المشروبات الساخنة البابونج الساخن هلأ اللي بيهمني أمره أنه أنا عندنا المشاكل الكيلة بالفترة الصيام قد تواجه واحد طبيعي يعني مو فقط يفكر أنه هاي الحلقة مهمة لناس اللي عندها مشاكل كيلة غالباً دكاترة الكيلة ما بيصوموا مرضاهون بفترة الصيام خاصة إذا كانت درجات القصور عالية عالي صحيح تماماً اللي عنده غسيل يعني حتماً فيه لوك تقوس معينة وبيتابع طبيبه فيها صحيح بس فيه ناس كتير ما بتحب تشرب ماء يعني فيه عندها مشاكل صحية وعندها مشاكل بالكيلة وبتقول لك أنا حتى لما يكون صايم بدأت تذكريني يعني حتى لو يكون صايم لساعات طويلة بياكل بعد الأكل بفيه يصير عنده تخمة ما بيشرب بسوائل كمان هي بتأثر صحياً بشكل كيلة شي طبيعي نحن مشكتنا أنه ما منتبه أنه الكيلة تبعاً إلا لا تهجي هجمات الكيلة هجمات الكيلة مثل كريزات الطلق يعني مو طبيعية يعني ما يستهن فيها والي دايئة بيعرف شو يعني هذا الحكي بس الفكرة هذا عضو من أهم أعضاء جسم الإنسان يعني الفلتر تبعك إذا نسد الفلتر تبعك صار التنفيخات أي شيء خلل بالكيلة فوراً يرافقه فوراً مرى الضغط حتى لو كان ما عنده هالمشك ننتبهه على النقطة هاي الفكرة الأساسية كمان ما كب نفايات الأدوية كلها عندك يا 70% الدوائيات كب نفائية عندك ياها بفتر بالكيلة لذلك المسكينة إذا ما كانت عندك جودة كيلتك عالية لا سمح الله إذا احتجت لدوى بيمنعوك عنه تماماً ننتبه لشيء اسمه الديكلوفينات يعني رغم أنه حلقتنا مدوائية قبر الديكلون مونا خدر على الطالع والنازل هاي مدمرة للكيلة خاصة للناس بيشوفوا سحر العجائب تحسنه بعدها فهي مثل ما بيقولوا التحسن الكاذب يعني أنا مو بدي صبت إرنة أضرب إرنة فينتبهوا من هالنقط هاي وخاصة لأنه الكلية اضطرابة مفاجئ نرجع لفكرة أن الناس اللي ما بتحب تشرب مي هلا هيا فيها سبحان الله قدرات على شرب الماء وهي تدريب يعني كيف أنت رياضة أول شيء ما بتلين معيك بتفوتي عندك ياها للحركة اللي بدك ياها بعد شوين ممارسة 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 أول ديارمي إنسان حسابه على مكتبه ناح عم يتفرج عم يتابعشي شغلي عم يرى قرآنه هو ماشي عم يرى جزء قرآنه بالليل بيحط أنينة المي بيرتشف ارتشاف هذا الفهم بتعامل الماء النقطة الثانية أنا مو ضروري اليوم سمعت معلومة إنه أنا لازمني سبع كواب اليوم أنا بلش انتقل من كوب انتقل من كوب لسبع بيتدايع جسمك درجه درجه دربه عشو متعود دربه دربه على طلب الماء يعني أنا ارتشف الماء زكر حالي بموبايلاتي في برامج هلأ كتير صائرة إنه شراب هلأ المي هلأ بيتذكروا المي قبل ما يقدم الصبح بتلد دقائق يعني بتفسي حتى وصل لمرحل وين الهي المي ما بتتذكر هيك بتتضل ماشي معك من أداني المغرب لفترة السحون إياك ثم إياك تلقي الماء عندك يا فردجة لأنه هي على المدى البعيد بتمددك لو كانوا الألم بتلاقي اللي بيشرب مي على الألم تخلدي قتنفاس المعدة صحيح وبعدين كانت عندي معتي بتستوعبني بأول رمضان تصحن ونص هاي مددت لياها على آخر رمضان تصير تستوعب كوب صحنين ونص لأنه بتمدد المي بيكبر المعدة طبعا إذا فات فردجة طبعا يعني بيقولوا لك هل المي بتسبب بطن طبعا تسبب بطن إذا دخلت خلال القعام تم التمدد لأنه في كتير من الناس خلال الأكل بشرب مي وبتعمل عسارة هضم إذا إجت فاتت بكمية غير كمية الصح هلا هي يمكن أغلب الدراسات بتقول أنه بعد الأكل بساعة لحتى لازم نشرب مي تقريبا شوفي صدقيني ما في قاعدة بها النقطة سلسط بل أقضي مشان صحة المعدة يعني الصحة أنه بالعاكس تشرب شوية مي حتى تمزجي المادة بس مو بكثرة أقضي يعني يعني بها النسبة أيوة ليش لأنه أنت هلأ أنت جي بإبرة وفوتي على أنينة فيها شوية مي ورجيها الأنينة برجع بقول كتير بتضرب بجدران الأنينة أما تعي عبيها وحاولي تحركي الإبرة ما بتتحرك مين لي معي بسبب مقاومة الماء فهذا الفكرة وقت أنت بتحرمي المعدة عملية التلت الأخير لأيها حتى تمزج المواد مع مادتها العصارة الهاضمة ولا يمكن أنها تمتزج بينزل الأكل على الاثنين عشر وما ضون في سؤال دائما يمكن عندي الكل أنه أنا بشرب بعرق سوس لأنه بيحبس لي السوائل بجسمي أنا بشرب مدري شو لأنه ما بيخليني أعطش هاي التفاصيل أو هاي المشروبات كمان بالنسبة لمرضى الكلاه وحتى لا مو مرضى الكلاه قديش صحت صحتها حلق شوفي عرق السوس على فكرة مشروب رائع على فكرة أنا من الناس اللي بحس أنه على شربه برمضاء طيح هو مطرية بس يعني في ناس بتحبه في ناس ما بتحبه في ناس بخبية فيلاف الكبير على عرق السوس لكن أننا منعرف أنه العرق السوس يحتوي على مواد تشبه أشباه الكورتيزونات يعني تعمل تنفيخ بالجسم لكن إلها على فكرة أنا بحس مرضى الأرحى المعدي القرحة مع المعدي يشربوا عرق السوس خاصة في فترة رمضان موسم لألون تقتل القرحة نهائيا يعني هي مضاد التهاب رائع جدا لمرضى القرحة وأحسن من مرخيات المعدي يا ريت في عنا فترة مرة نحكي عن المعدي وقديش دمار الواقيات المعدي قديش بتعمل على المدى البعيد ارتخاء أضلات وقصص واسية لكن أنا الناس عند قرحة معادية مع تشرب عرق السوس هي عن جد خاطئة لكن إذا كان في عنا بوادر ضغط عالي وإدوية ضغط عالي وهالقصص وأمراض طبع قدرة ضرقية ولمفيات وبتوزمات أنا أفضل يعني دواء مرة بس ممكن اليوم على المغرب بديشرب بريق عرق السوس لا غلط هذا الحكي يعني حتى نحن نستخدم العرق السوس بعلاجات رهيبة جدا لكن الفكرة الأساسية أعرف هل هو بيناسبني بكسرة ولا ما بيناسبني شو كميتي سبحان الله وقت بيسأل شوي بيدور بيلاقي جوابه الإنسان وهو وقت فن تعاملك مع الغذاء ما تنحرم شي بس تعرف إيمتك تحط كل واحد بوقته أكيد أنا مثلا عندي فستان سهرة ما بيطلع فيها على وظيفتي ونحن هيك نتعاطى مع الأكل نحط الأكل الجيد والصحي بس ووقات غير مناسبة فمن لاقي حالنا فتنة بالحيط بيالقصة يعني الحديث معك ما بيخلص الدكتورة لأليك وسيوم مقبول يا رب دكتورة